ودي مسألة عجيبة الإنسان مهما عمر في هذه الدنيا ما قاله إلى ماذا؟ ما قاله إلى ماذا؟ إذا الموت إذن كلنا في هذه الدنيا مسافر عنها إذا الأخير يعني إحنا موجودون في الدنيا دي فترة من الزمن ضيوف إحنا موجودون في الدنيا هنا أي أخواننا ضيوف ضيوف في فنة اللي بيقعد عشر سنين أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين أو حتى مئة سنة وبعدين إيه؟ يرحل من هذه الدار تضيوف هو فيه ضيوف بيقعد في الدار ويخلت فيها ولا بد أن يرحل لابد أن يرحل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله كلنا سنرحل طيب طالما إحنا ضيوف والدنيا دية دار ضعن مش دار مستقر ودار سفر مش دار مقام إبا نعمل إيه في هذه الدنيا؟ نجعلها مزرعة للآخرة نعمر فيها للآخرة نعمل منها أرصد ضخمة جدا للآخرة تالناس كل واحد بيحوش إرشين تحت البلاط يقولك لبكرة مش حارفين الزمن إيه لا يحصل مش كده لعالة كبر ممكن يمرض ممكن يجي زلزلي وقع البيت ممكن دي حصل أي مشكلة فيعلوا إرشين للزمن طيب أنت أنت لك حسنتين بردك للزمن زي ما أنت أنت لك إرشين للزمن أنت أنت لك حسنتين بردك للزمن سبحان الله مسألة عجبة جدا مسألة عجبة جدا هي الأرض التي تخطف الناس خطفة وتشدهم إليها شدة فلا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها إلا بمعونة الله يعني بالفعل لما يكون واحد يخوانا مربوط بسلسلة جمد جدا من ذا الذي يستطيع أن يفك وثاقه أو أن يحل قيده إلا إذا تأيد بقوي يعينه في ذلك سلسلة جمدة جدا تخين ربطاك للأرض من الذي يعينك من الذي سيعينك لا أحد إلا الله ولهذا أنت تقول في كل ركعة في صلاتك إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وقال فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فالإنسان في حاجة إلى الله في كل أموره في كل شؤونه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر